وتواشر النيابة التحقيق في الواقع رفضت الزواج من شاب يقتل طالبا أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة في واقعة مرعبة فوجة طلاب جامعة المنصورة بشاب يحمل سلاحا أبيض ويذبح زميلته أمام كلية الأداب جامعة المنصورة وافد شهد عيان بأن الشاب طالب بكلية الأداب الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة طعن الفتاة أمام بوابة توشكي الخاصة إذ كانت الفتاة في طريقها لموقف نقل الركاب إلى المحلة حيث محلوا سكنها وثاموا حولة امساكبه ذبحاها من الرقبة إلى أن تمت السيطرة عليه من قبل الأهلية ورصدت المصر اليوم حديث شهود العيان حول الحادث إذ قالوا إن الشاب راد زواجه من الفتاة لكنها رفضتها فقرر الانتقام منها وهددها بالقتل وتم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطيرة ولفضت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى وسلم المواطنون الشاب للشرطة بعد محاولات الأهالي للفتكبه تفاصيل خاصة عن أسرة نيرا طالبة جامعة المنصورة أبوها شأيان أثارت جريمة مقتل نيرا طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها الجدل على السوشيال ميديا كما تعددت أراج جيرانها في الواقع وعن علاقة الضحية بهذا الشاب انفردت جريدة الوطن بالحديث مع جيران نيرا طالبة المنصورة وذهبت الوطن إلى منزل الضحية في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى الحديث مع أهلها عن هذه الواقع ولكنهم لم يكنوا هناك بسبب سفرهم إلى المنصورة بعدما سمعوا بالواقع وعند سوال جيران نيرا أشرف طالبة المنصورة عن الواقع وعن الفتاة أكدوا جميعا أنها فتاة محترمة ولم يصدر منها الفعل سيء وكانت دمما تذهب إلى المنزل للجامعة وابن الجامعة للمنزل وولدها يعمل مدارة صباحا ومساءا ويعمل على سيارة الوجراء وولدتها ربة منزل ولها أختين